من سواحل البحر الأحمر غرباً حتى أقاص المهرة وسقطرة شرقاً تعيش المناطق المحررة موجة من الاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية عدوات وألغام عسكرية وطائفية ومناطقية وسياسية تلك هي النتيجة الأبرز من تدخل التحالف في اليمن سقطرة التي عاشت بمعزل عن صراعات البلد لزمن طويل تمكنت الإمارات عبر الانتقال أبرز أدواتها في البلاد من اختراق الأرخبيل وإشعال نار الصراع بين أبنائه وأنشأت تشكيلات مسلحة خارجة عن الدولة ونفذت انقلاب على السلطة الشرعية في الأرخبيل نتج عنه خلافات وموجة من الاحتجاجات وصراعات بينية مجتمعية في المهرة تشهد المحافظة انقساماً حاداً بين أطراف تحظى بدعم وتمويل سعودي وبين قبائل المهرة الرافضة لأطمع السيطرة عليها الأمر الذي خلف اضطرابات عديدة أثرت على طبيعة الحياة في البوابة الشرقية للبلاد محافظة شبوى وأبيان شهدت أيضاً ما تشهده محافظة المهرة من مواجهات مسلحة إثرى محاولات قوات المجلس لانتقال الجنوب المدعوم إماراتياً السيطرة على المحافظتين ومزالتا تشهدان بين الفينة والأخرى تحشيداً وتحشيداً مضاداً عواصف اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي في المحافظتين عداً ولعداً عاصمة البلاد المؤقتة قصة أخرى إذ لا يمكن للحكومة أن تطأ قدمها مقر سلطتها دون رضا الإمارات فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ناهيكا عما شهدته من صراعات متكررة بين القوات الحكومية والقوات الموالية لأبوظبي وعمليات تهجير وترحيل للمواطنين من أبناء المحافظة الشمالية وملاحقة أبناء المحافظة الجنوبية الموالين للشرية في تعز دفعت الإمارات بفصائل سلفية تحت قيادة أبي العباس وتم تسليحهم وإمدادهم بالمدرعات التي حرمت منها بقية وحدات الجيش لتقوم هذه الميليشيا بالسيطرة على أجزاء واسعة من المدينة وتنفيذ عمليات اغتيال واسعة استهدفت أفراد وقيادات في الجيش الوطني قبل أن تطرد إلى خارج المدينة والآن تسيطر مرة أخرى على عدد من المديريات الريفية جنوب تعز وتعمل على نشر الفوضى وفرض الجبايات لصالحها في الساحل الغربي قامت الإمارات بتمويل طارق صالح ودعمه بالعتاد والمال ليؤسس جيشا من أنصار الرئيس المخلوع بدلا من أن يخوض معركته ضد ميليشيا الحوثي حليفه السابق خاضت هذه القوات صراعات ضد أبنائتها ما وتعز ولا تزال سلوكيات هذه القوات تثير مخاوف المجتمعات المحلية في محافظتي تعز والحديدة بعد أكثر من خمس سنوات من تدخل التحالف يوطد الحوثيون سلطتهم في مناطق سيطرتهم فيما تشهد المناطق المحررة صراعات واختناقات ساعة التحالف لتعزيز العداءات فيها حتى تاها مشروع استعادة الدولة وضعفت سلطة الرئيس هادي ودخلت البلاد في أتون صراعات ثنائية مميتة أراد التحالف أن يعود اليمن إلى ما قبل الدولة التي ساهم بتغييبها ليترك الملعب فارغا لفوضى الانقسامات وتمرير مشاريع وأهداف التقسيم والوصاية الكلية على اليمن فكانت هذه النتيجة فوضى عارمة والحوثي هو الطرف الأقوى في البلاد